موسيقى أرسلت قوات النظام السوري المزيد من التعزيزات العسكرية إلى مناطق سيطرتها في رف حما الشمالي وبالتزام نفذت قصفا مكثفا على عدة أماكن ضمن المنطقة منزوعة السلاح تعزيزات وحشود عسكرية تدفع بها قوات النظام السوري إلى محاور عدة على خطوط التماس مع الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية ضمن المنطقة منزوعة السلاح لاسي ماري في محافظة حما الشمالي مصادر المحلية أكدت أن قوات النظام أرسلت دفعة جديدة من التعزيزات إلى مناطق تواجدها بريف حما الشمالي وخاصة منطقة السوران تضم عشرات الآليات التي تحمل عشرات العناصر من قوات النظام والفصائل الموالية لها التعزيزات الجديدة تأتي بعد أيام قليلة من دفعة أخرى أرسلتها قوات النظام إلى مناطق سيطرتها في المحافظة تضم عشرات الآليات المحملة بالعربات المدرعة والمعدات العسكرية واللوجستية إلى ذلك لا تزال المنطقة منزوعة السلاح تشهد خروقات متكررة من قبل قوات النظام على محاور عدة في محافظات إدلب وحلب وحمى واللاذقية مخلفة خسائر بشرية ومادية قوات النظام قصفت مناطق في محور كبانا بريف اللاذقية الشمالي الشرقي كما جددت صباح اليوم استهدافها لمناطق في قرى وبلدات بالريف الجنوبي من حلب وفي محافظة حمى جددت قوات النظام استهدافها بعدة قذائف مدفعية لمناطق في محيط بلدات مورك واللطامنة وقرى الصياد والزكاة ومعركبة والصخر الواقعة في ريف المحافظة الشمالي بالإضافة إلى قصف بأكثر من 16 صاروخا طال بلدة كفرزيتا في الريف ذاته بالتزامن مع قصف مواقع أخرى في الريف الغربي للمحافظة هذا وبلغت الخسائر البشرية جراء القصف والعمليات العسكرية في المنطقة منزوعة السلاح بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان حوالي 174 قتلا على الأقل منذ 17 أيلول سبتمبر الماضي أسعد المشاهدين والنقاش في هذا المحور ينضم إلينا من ريف حمى مراسلنا بلال الغاوي ومن مدريد الأستاذ صلاح قراطة كاتب ومحلل سياسي ومن سويسرا الدكتور زاكوان بعاج محلل سياسي مرحبا بالضيوف دعني أبدأ من عندك بلال هل أجملت لنا الوضع الميداني في المنطقة منزوعة السلاح؟ المساء الخير لك ولضيفك الكريم نعم وصلت منذ أيام تعزيزات عسكرية تابعة لقوات النظام مؤلفة من عشرات العناصر والأليات الثقيلة منذ ثلاثة أيام نعم فعلا وصلت إلى نقاط وتمرزت في ريف حمى الشمالي ضمت التعزيزات الفرقة الأولى والفرقة الثامنة والفرقة الحادية عشر إضافة إلى الفرقة التاسعة التعزيزات مؤلفة من 17 حاملة للدبابات إضافة إلى مدافع وراجمات للصواريخ وسيارات أيضا حافلات تقل عشرات العناصر إلى قرية حيالين بريف إدلب أو ريف حمى الغربي وأيضا تمرزت في كازية ديانة غرب القرية أيضا عزز النظام قواته في بريديج والجرنية والمغير كرناز الشيخ حديد إجلمات الملح الجبين بالنسبة لقرية الجرينية قوات النظام تمرزت في المدرسة ضمن هذه القرية بعدما طردت النازحين في المدرسة وسيطرت على الأبنية المطلة على الشمال المحرر أو الشمال السوري بالنسبة للوضع المدني حقيقة في تخوف من احتمال أن النظام يشن حملة عسكرية ضد المدنيين أو ضد المناطق المعارضة منذ أشهر هذه التعزيزات بدأت منذ ثلاثة أيام لم نشاهد من أشهر تعزيزات حقيقية أو فعالية للنظام إنما هذه التعزيزات بعشرات الآليات عشرات الدبابات العناصر فعليا وصلوا إلى ريف حماء الغرب نعم نعم بلال فيما يخص بلال الحديث يدور عن انتهاكات الاتفاق سوتي هل أجملت لنا آخر التفاصيل بإجاز سريع؟ من جانب الخروقات أليس كذلك؟ نعم فضل نعم من جانب الخروقات يعني قوات النظام تستمر يوميا بخروقاتها بقصف الأماكن كما هي تقول أن تستهدف أو جبهة النصرة فعليا هي تستهدف المدنيين بكل معنى الكلمة يوم أمس تعرضت مدينة كفرزيتي لأكثر من ثلاثين قديفة مدفعية وصاروخية مصدرها قوات النظام يعني في حلفايا وابريديج والشيخ حديد مصدرها أيضا صوران الواقعة تحت سيطرة قوات النظام يعني نحمد الله لما يسقط أي قتيل أو جريح كما قوات النظام تقول أنها تستهدف جبهة النصرة حقيقة جميعنا يعلم كفرزيتي تحت سيطرة الجيش السوري الحر كما استهدفت حواجز قوات النظام يعني بلدة الجيسات أو الشنابرة أيضا نقاط رباط الفصائل العسكرية أيضا دون وقوع أي خسائر بشرية الجزير بالذكر أن ريف حما الشمالي يوميا يتعرض لعشرات القذائف والخروقات أيضا قوات النظام يوميا تخرق اتفاق سوتي تستهدف القرى والمدن والبلدات ما بين الحين والآخر يقع قتل والجرح في صفوف المدنيين كما شاهدنا منذ يومين استهدفت قوات النظام من قبل طائرة مسيرة هذه جديدة على الساحة السورية قوات النظام أرسلت طائرة مسيرة إلى ريف حما الشمالي على أطراف مدينة اللطامنة رصدت عوائل تخوم بالعمل في الأراضي الزراعية طبعا الاستهدف هذه الطائرة محملة بالقذائف صغيرة جدا استهدفت هذه العوائل التي كانت تعمل بالأراضي الزراعية مما أدى إلى سقوط طفلة قتيلة أشكرك جزيلا شكر على هذه المعلومات مراسلونا من ريف حما بلال الغاوي بالانتقال إليكم أستاذ صلاح قراطة تعزيزات إذن لم يكن لها مثيل منذ شهور التعزيزات التي استخدمتها قوات النظام منذ ثلاثة أيام إلى حدود المنطقة منزوعة السلاح خاصة إلى ريف حما الشمالي في أي سياق تأتي هذه تعزيزات أستاذ صلاح؟ سيدي دعني أقول لكم وبصراحة وبأماني وقد قلت لكم هذا عبر هذه الشاشة الكريمة منذ عدة أشهر أنه بالتوازي مع إنجاز عمليات الغوطة الشرقية واندفاع بعض القوات السورية باتجاه الجنوب السوري كان تعين القيادة السورية والقوات المسلحة والرديثة متجهة باتجاه إدلم وهذه حقيقة كانت ثابتة إلا أن تفاهم سوشي الذي عقده الرئيسان الروسي والتركي أعطى بعض الوقت للتريث للدراسة أكثر إلا أنه لم يلغي بحال من الأحوال عمل عسكري كان قد خطط له ونسق له وحشدت له في حينها القوات اللازمة لكن جنوح القيادة السورية مع القوات الرديثة والحليفة وبشكل خاص الروسي والإيراني طبعا مع دمشق أجل هذه العملية الثابت والواضح أن تركيا لم تستطع أن تملي إرادتها على المجموعات المسلحة في المنطقة من زوات السلاح وفق الاتفاق سوتي وبشكل خاص جبهة النصرة الجماعة الإرهابية المقيمة دوليا على أنها إرهابية وهذه الجماعة لم تكتفي بأنها لم تلتزم لم تسلم سلاحها الثقيل والخفيف بل قامت بعمليات عسكرية مستخدمة للمدنيين دروعا بشرية وقاتلت قوات يقول البعض أنها طبعا لا تقول دمشق يقول البعض أنها قوات معتدلة جبهة النصرة قامت بعمليات عسكرية خلال الشهر الماضي كان لها أن تسيطر على كامل إدلب مدينة وريف وهذا يعني أنها تخرق تماما اتفاق سوتي من جهة ومن جهة توطب مواقعة في مواجهة الجيش السوري وهذا خط أحمر لن يسمح به لذلك كانت هذه التعزيزات نعم فضل طيب أنت ذكرت أستاذ صلاح منذ ما قبل اتفاق سوتي العدة مجهزة للعمل العسكري في إدلب اليوم بعد هذه التطورات النصرة مسيطرة إداريا على كامل إدلب هل الحجة دوليا باتت موفرة للقيام بالأعمال العسكرية وإطلاق رصاصة الرحمة على اتفاق سوتي على اتفاق سوتي الاتفاق سوتي بات خلفنا ليس من الآن بل عندما عقدت جلس سلاسي في طهران منذ عدة أشهر اتفاق سوتي اخترق اتفاق سوتي لم ينفذ المجموعات المسلحة لم تسلم أسلحتها النصرة داهمت الكل وقاتلت الكل وسيطرت عمليا الجيش السوري لن يسمح وقرار القيادة السورية بالتوازي مع الروسي والإيراني متخذ تحرير كامل إدلب ومن ثم ستتجه شمال الشرق باتجاه درع الفرات وشرق الفرات حيث تواجد قصد لا أعتقد أن هناك عملات عسكرية في قصد باتجاه المنطقة شرق الفرات طيب بالانتقال إليكم أستاذ زكوان عفوا دكتور زكوان بعاج كيف تقرؤون رد الفعل التركي على هيمنة النصر على أدلب الحقيقة يعني تحييرتي لحضرتكم وللأخوة المستمعين أهلا بكم الله يسلم الحقيقة يعني مثل ما لاحظنا جميعا أن هناك في العملية العسكرية التي تمت مؤخرا ما بين الزنكي وجبهة النصر كان هناك من الواضح بأن رغبة تركية بأن تسيطر النصر على المنطقة كاملة وسحب أو إجبار الجيش الحر بالتوجه لها وشرق الفرات طيب دكتور زكوان عفوا للمقاطعة أنت ذكرت بأن هناك رغبة تركية بسيطرة النصر على أدلب ولكن ما هي مصلحتها في ذلك وألا يشكل لها ذلك إحراجا كبيرا لا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك لأن الأمور الأمور معقدة جدا هناك رغبة في رغبة في في تنفيذ اتفاق سوتي والاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها وهي فتح الأسترادات من من حلب إلى دمشق ومن حلب إلى اللازقية هذه الأسترادات من السهل التعاون مع قوة كجبهة النصر أو تحرير الشام وواضح هذه الأمور ولا أستبعد بأن هناك أن يكون هناك تفاهما بأن تصل القوة قوات النظام إلى نحو الأستراد الرئيسي حلب دمشق طيب رد الفعل التركي ما زال السؤال قائم لحضرتكم دكتور زكوان كيف تتقرأون حيال هيمنة النصر على أدلب لا أعتقد أن هناك تفاعل تركي في هذا الموضوع حاليا هناك حديث بأن تكون أن تنضم قوات أو ما تسمى جبهة النصر إلى بعض أن تعلن يعني تخفيف انتمائها إلى الجيش الوطني للجيش الوطني الذي معدل أنه تعتبر قوة قوة عسكرية يعني متميزة بالنسبة إلى في المنطقة وهناك حل بإجبار الطوات المقاتلين الأجانب للزهاب إلى بلادهم أو توطينهم في مناطق أخرى الحقيقة الموضوع معقد وهي مجرد كانت احتمالات أو توقعات يعني ظهرت بشكل عام يعني على الساحة وسننتظر قليلا ونرى ما سيكون على الساحة السورية طيب بالعودة عليكم أستاذ صلاح يكثر الحديث عن موضوع الصفقة تركية روسية في إدلب كيف تعلقون على ذلك يا صديقي هي صراع إرادات وتوازنة دولية لا أستبعد أن تكون هناك صفقة نتمنى أن نصل إلى مكان لا يكون فيه مواجهة عسكرية مسلحة لأنها ستكون عنيفة وعنيفة هناك ضحايا كبيرة يمكن أن تكون هناك صفقة تركيا من حيث المبدأ لا مشكلة لها الآن كما أقرأوها مع النظام السوري وقد أرسل تسائل بهذا الاتجاه تركيا يهم قوات قصد أو قوات حماية الشعب الكردي والبككي وعليه إذا كانت هناك تسوية روسية سورية مع القوات الكردية أو قصد مكنت تركيا من أن تطمأن لحدودها جنوبية فتركيا ليست عندها مشكلة مع النظام حاليا سيما أن تركيا تعتقد أن حقها قد وصلها باتفاق أدرة عام 98 وعليه الروسي أعتقد من خلال تفويد واضح من الكردي حاليا ينسخ مع دمشق والكردي فيما يبدو قد جنح باتجاه الخيار البناء وهو عدم قيام واجهة عسكرية مع تركيا وعليه وضع كامل في قيله الآن مع دمشق وقال أن الأسد أفضل لنا العودة إلى حضن الدولة السورية أفضل لنا من مواجهة عسكرية لن تكون متكافئة مع القوات التركية سيما أن الأمريكي يلاعب الكل ويرعب الكل حتى هذه اللحظة أفهم الحديثك وكأن تركيا في وارد الاستغناء عن نفوذها في سوريا أجزم ليس هذا ليس لا أشكك بل أجزم تركيا تريد حدودا جنوبية آمنة واتفاق وأضنى واضح وصريح بهذا الاتجاه لا تريد قوات كردية يمكن أن تشكل منطقة عازلة أو منطقة فاصلة أو منطقة مستقلة في جنوب تركيا شمال سوريا وكذلك سوريا تلتقي في هذه النقطة لن تقبل أن تكون هناك ذر الترابة واحدة خارج عن سيادة دمشق طيب العودة لكم دكتور زكوان فيما يخص مستقبل التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب العالمي والمتواجدة الآن في إدلب مهمة استأصال والقضاء على هذه التنظيمات هل ستكون من ضمن مهام تركيا أو سيسمح لتركيا في ذلك بحسب اطلاعكم والله حسب ما أتوقع بكل شيء يعني هيئة تحليل الشام ليست مصنفة حسب ما أذكر لذلك فتم الالتفاف عن موضوع مبدئيا لكن أعتقد أن هذا الموضوع سيكون من مهام تركيا في البحث عن حل للمقاتلين الأجانب وخاصة أن بلدان هؤلاء المقاتلين الأجانب لا يرغبون بعودتهم حتى الآن ولذلك هذا الأمر من الأمور الصعبة ونحشى أن يكون الحل على حساب الشعب السوري ويعني الموضوع معقد نوعا ما وخاصة أن المعارضة التركية لا ترغب بوجود مثل هؤلاء في سوريا والمعارضة السورية تقول لتركيا بأنتم لذين سمحتم لها سمحتوا لهم بالقدوم إلى سوريا فأخذوهم إلى عندكم وتدبروا أمرهم لماذا لم تلتزم تركيا بفصل التنظيمات الإرهابية عن المعتدلة في إدلب دكتور زكوان يعني عندما تحل جميع المشاكل أنا أعتقد لا يكون هناك مبر لأي تواجد أجنبي وهذا اليوم هو أمر معقد جدا المطلوب حاليا بأن تكون تختلط الأوراق من أجل من أجل أن تكون هناك مرفات للحل دوليا بيد الدول المختلفة لهذه المرفات منها مرف المقاتلين الأجانب ومشارك نعم بالعودة لكم أستاذ صلاح قراطة هل انتهى اتفاق سوتي إلى حد بعيد نعيته منذ زمن والآن وأكد أنه بات خلفنا تمام دكتور زاكوان كلمة أخيرة يعني ننتظر بهدوء لما يحصل ولكن للأسف نحن كسوريين ندفع الدم شكرا جزيلا لكم الضيوف الأكارم على تلبية الدعوة الأستاذ صلاح قراطة كاتب ومحلل سياسي حدثتنا من مدريد وكان معنا أيضا ضيفنا من السويسرا شكرا جزيلا له الدكتور زاكوان بعاج محلل سياسي فاصل قصير ومستمرين في ملفات حديث اليوم أسادة المشاهدين اشتركوا في القناة